مسلسل استهداف السيدات في العراق ما زالت أحداثه الغامضة تتوالى ضحايا مسلسل الاختيال حتى الآن رفيف الياسري خبيرة تجميل رشال حسن خبيرة تجميل سعاد العلي ناشطة حقوقية تارا فارس ملكة جمال بغداد الاختيالات تركزت بالأساس في محافظتي البصرة وبغداد ثلاث من أصل أربع حوادث وقعت في أيام الخميس أغلب حوادث الاختيال التقطتها عدسات كاميرات المراقبة رغم هذا لم يتم حل غموض الجرائم عراقيون ووسائل أعلام أجنبية ربطوا بين النساء التي قتلن وتبنيهن لتوجهات لبرالية تكرار حوادث الاختيال دفع كثيرا من جميلات العراق للتفكير في الهروب من البلاد خاصة بعد تحذيرات طالت بعضهن يوم الخميس هو المعروف عند كل الناس أنه هو العطلة الويكند الناس تطلع تفرح تمارس حياتها بصورة طبيعية قلنا إحنا بالعراق صار الخميس يوم دامي للأسف قلنا نتعرض كل خميس أنه شخصية مشهورة تفارق العراق اسم من أسماء العراق ونجوم أيضا للأسف خسرناهم هذا اليوم الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي تعاطت مع المسألة بتكليف نخبة الاستخبارات بمهمة التحقيق معتقدة بوجود مخطط من قبل جهات منظمة تحت ذريعة محاربة الانحراف سيد الحنيدي العربية